نظمت مرجعية قبائل حضر موت بمدينة سيئون أمسية شعرية تزامنا مع افتتاح ديوانية حضر موت الثقافية بحضور أمين إصلاح ودي حضر موت الدكتور حسن باسواد ونائب هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة حضر موت المهندس محمد أبو بكر حسان واشار رئيس المرجعية الشيخ عبدالله صالح الكثير إلى أن الديوانية تحمل الاسم الكبير والعزيز والخالد في قلوبنا حضر موت الغالية التي نعتبرها جميعا والكل مستعد للعطاء من أجرها وقال الكثير أن تدشين الديوانية يعتبر الخطوة الأولى لانطلاق العمل الثقافي الهادف وطالب الكثير جميع أبناء حضر موت بالتماسك والتوحد لأجل حضر موت ونبذ كافة أنواع الشتات والفرقاء